موسيقى ما هي المشاكل التي يتعرض لها الطالب؟ يعني ما هي المشاكل أنت ذكرت ربما يعني ثلاثة مجالات أو ثلاثة مسارات للمشاكل الأكاديمية ونفسية واجتماعية من الأمثلة على المشاكل الأكاديمية مثلا؟ لو جيت اتكلمت معك وقلت لك على بعض المشاكل اللي بتواجه الطلاب لو قلت أن في مشكلة أكاديمية في مشكلة مثلا خاصة بجدول طالب وأن الطالب مثلا ما عندهش سيارة أو مثلا الجدول مش متواكب مع ظروفه في البيت أو حاجة لو فعلا الطالب يستاهل أنه ممكن نغير له جدوله فممكن نعمله تعديل في جدول في مشكلة متقدمة شوية مع الطالب أن الطالب عنده مشكلة مع أستاذ المادة مش قادر يوصل المعلومة محددة في بعض المعلومات ما بيقدرش أن هو يتواصل مع الأستاذ فيها فبالتاني احنا بنكلم الأستاذ الخاص بالمادة هو بنقول له والله أن الطالب ده ممكن يكون عنده مثلا اختلال في بعض المفاهيم فهتحاول أن هو توصله المعلومة من خلاله قاعدة فردية من خلال الساعات المكتبية لأستاذ دي خاصة لمشكلات الأكاديمية وفيه طبعا مجموعة كبيرة من المشكلات الأكاديمية بالنسبة للمشكلات الاجتماعية وفيه بعض الطلاب اللي ما بتقدرش أن هي شراء الكتب أو عنده مشكلة في السكن احنا بنساعده لأن هو مثلا يوجد السكن اللي هو مغترب من خارج المدينة منورة وهذا هو مثلا مش قادر أن هو يجيب الكتب بتاعته احنا برضو بنساعده على جزئية بتاعت تقسية الكتب نزل مشكلات النفسية إذا مشكلات الاجتماعية فقط فيما يختص في جانب الجامعة يعني السكن وشراء الكتب خاصة بالجامعة وخارج الجامعة برضو بالضبط خارج الجامعة مثليش هل مثلا تساعدون الطالب لو كان يشتكي مثلا في بعض الطلاب يعني ممكن يجي يقول للمرشد الأكاديمي بتاعه وبعض الحاجات اللي مقدرش يقولها الأبو نعم فبالتالي بيحس أن المرشد ده أخ له أو أخ كبير ممكن يحكيه له وممكن يتكلم معاه فبالتالي بيحكي المشكلة بتاعته بإمكاننا نحن نحللوه مشكلته إن شاء الله يعني بخضر المستحى حتى لو فيه تواصل مع أولياء الأمور وديه جزئية مهمة جدا عندنا في الوحدة إن فيه تواصل بشكل مستمر مع أولياء الأمور من خلال الرسائل SMS نعم الآن المشكلات النفسية اللي أمثلة عليها إيش دكتور المشكلات النفسية في بعض الطلاب عندهم مثلا مشكلة في اختيار التخصص دي حاجة من الحاجات المهمة جدا هو بي عنده تزابزه والياء الأمر عايزه إنه يخش مثلا كلية هندسة لك الولد ميول ومشكتة فبالتالي إحنا بنعمل توافق ما بين ولياء الأمر وما بين الطالب نفسه بالإضافة لمجموعة برامج إحنا بننفزها كيف تساويوا توافق؟ والله بنحاول بقدره مستطاع لو جيم يعني يعني مثلا لو ولي الأمر يبغى طب والطالب يبغى هندسة لا دم البداية لأنه لو هو ولي الأمر يبغى طب تمام والولد أساسا داخل لازم يخش مصار صح نعم لكن لو هو مثلا في هندسة والولد عايز يدخل مثلا علوم وهندسة حاسبات نقوله اللي هي الكليات تانية بعد كليات الهندسة تمام فممكن نحن نجيب ولي الأمر وقوله سوء العمل بيحتاج إيه دلوقتي سوء العمل بيحتاج إيه دلوقتي وده بالإقناع بطريقة الإقناع دي من الطرق المهمة جدا اللي احنا بنتعمل معا أولياء الأمور فيها نعم نعم نعم